هل ترغب في أن تكون طالباً ناجحاً في هذا العام؟ هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة فرصك في النجاح أولاً من المهم أن تضع أهدافاً واقعية لنفسك لا تحاول أن تفعل كل شيء دفعة واحدة فهذا سيؤدي إلى الإحباط فقط ركز على أهداف صغيرة وقابلة للتحقيق ثم قم بزيادة مستوى التحدي تدريجياً ثانياً من المهم أن تكون منظمة اصنع جدولاً زمنياً لنفسك وقم بتتبع المهام التي يجب عليك إكمالها سيساعدك هذا على البقاء على رأس واجباتك وتجنب الشعور بالارتباه ثالثاً من المهم أن تتواصل مع معلميك وزملائك في الفصل لا تخف من طلب المساعدة عندما تحتاج إليها يمكن لمعلميك وأصدقائك تقديم الدعم والتوجيه الذي تحتاجه للمجاح باتباع هذه المصائح يمكنك زيادة فرصك في النجاح في المدرسة تذكر أن النجاح يتطلب العمل الجاد والالتزام ولكن يمكن تحقيقه بالتأكيد إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من تعليمك فمن المهم أن تضع خطة للمستقبل تحدث إلى مستشارك الأكاديمي لمناقشة أهدافك وكيفية تحقيقها بالإضافة إلى الدراسة من المهم أيضاً أن تشارك في الأنشطة خارج المدرسة يمكن أن تساعدك هذه الأنشطة على تطوير مهاراتك وبناء علاقات مع الآخرين لا تخف من الفروج من منطقة الراحة الخاصة بك ابحث عن فرص لتعلم أشياء جديدة وتوسيع آفاقك كن مبدعاً وفكر خارج الصندوق ابحث عن طرق جديدة لحل المشكلات والتعلق في النهاية لا تنسى أن أفضل طريقة لتحقيق أهدافك هي بالعمل الجاد والإصرار الحياة قد تكون تحدياً ولكن عندما تصبح مصمماً على تحقيق أحلامك يمكنك تحقيق ما تصبو إليه أنت قوي ولديك القدرة على تحقيق أي شيء ترغب فيه ابدأ الآن وكن مصدر إلهام للآخرين نحو مستقبل باخر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر